اشتركوا في القناة من قواعد النحو في اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في المنهج الجديد الفصل الدراسي الأول درسونا بعنوان الجملة الفعلية وعلامات إعراب الفاعل الجملة الفعلية وعلامات إعراب الفاعل الدرس دي هبيبي هو آخر درس من دروس منهج النحو عندنا في الترمي الأول الفيديو القادم إن شاء الله في النحو هيكون مراجعة شاملة على دروس النحو لكن قبل البدء أود دعوتكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة ودعمنا بالإعجاب والتعليق وفي نهاية الدرس معنا واجب الحصة أترك الإجابات معها أسماءكم في التعليقات لنتعرف على أصدقاء القناة أيضا تجدون في صندوق الوصف رابط الاختبار على الدرس اضغط على الرابط يحولك إلى موقع الاختبار بعد رسالة الاختبار اضغط العرض النتيجة سوف تظهر لك نتيجة اختبار فورا في صندوق الوصف تجدون أيضا رابط قناتي الثانية جيل المعرفة يسعد نشتراككم فيها والتفاعل معها تجدون أيضا رابط قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها موعد دروسنا هنا على القناة ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والدرسات الاجتماعية يلا بنا يا ابطال نبدأ درسنا عرفنا سابقا إن أنواع الجمل اتنين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أنواع الجمل كان اتنين ما فيش غيرهم جملة اسمية جملة فعلية تعرفنا على الجملة الاسمية وعرفنا أنها تبدأ باسم والجملة الفعلية عرفنا أنها تبدأ بفعل الجملة الاسمية عرفنا أن لها ركنين أساسيين هما إيه؟ المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر بقى مش موجودين معنا في الجملة الفعلية خالص يبقى مش هنتكلم عنهم نهائي لكن هنتكلم بقى عن حاجة جديدة يبقى الجملة الاسمية فمبتدأ وخبر الجملة الفعلية لا ما فيهاش مبتدأ وخبر طيب أمال فيها ايه حبيبي تعالوا نشوف مع بعض ونبدأ كلامنا عن الجملة الفعلية معايا مجموعة جمل جمل فعلية هنقرأها ونلاحظ ايه اللي فيها استيقظ النائم يأكل الطفل نجح التلاميذ تجتهد الطالبات اشرب اللبن زار مدرستنا الوزير اول ملاحظتنا على الجمل اللي معنا دي انها كلها جمل فعلية اللي يعرفتها فعلية لانها تبدأ بفعل يبقى اول ملحوظة عندنا الجملة الفعلية بدأت بايه بفعل في حاجة تاني مهمة جدا لازم نفهمها نوع الفعل قد يكون ماضيا او مضارعا او امر يعني محدش يقول لي الجملة الفعلية بتبقى اولها فعل ماضي بس لا ممكن ماضي مضارع امر طب تعالوا ندخل كده للجمل ونشوف استيقظ فعل نوع ايه فعل ماضي يأكل فعل مضارع نجحة فعل ماضي تكتهد فعل مضارع اشرب فعل امر زارة فعل ماضي يبقى كل انواع الافعل جميل ايه تاني عندنا هنا لاحظ معايا لكل فعل لابد له من فاعل قام به ينفع حاجة تعمل بدون محد يعملها لا طبعا بنسميه ايه بنسميه فاعل يبقى كده الذي قام بعمل الفعل يسمى فاعل الذي قام بعمل الفعل يسمى ايه فعل هتعرفوا ازاي شوف من اللي عمل الفعل ده وهو ده اللي هيكون هوا الفاعل يبقى الفاعل هو من قام بعمل الفاعل لما اسألك كده يعني何 فاعل عايزك بقى تتحدثني باللغة العربية الفصحة ما معنى الفاعل هنقول هو من قام بعمل الفعل من دي يعني الذي أنا كده فهمت أن الجملة الفعلية لها ركنان أساسيا هما إيه ركن الجملة الفعلية هما الفعل والفاعل هما الفعل والفعل مش مبتدأ وخبر تمام طب يلا كده معايا ندخل للجمل ونشوفين الفعل استيقظ النائم اسأل كده استيقظ مين اللي عملك النائم هو اللي عمل استيقظه هو اللي استيقظ يبقى استيقظه فاعل تعرب ايه فاعل لم يقول لك كده اعرب للنائم تقول ليه فاعل تمام طيب اعرب ليأكل فعله مضارع اعربها كده بس اه كده بس مفيش حاجة تاني لما نتقدم شوية ان شاء الله في المناهج هنتعرف على حاجات أزود من ذلك وإضافات أخرى يأكل مين اللي يأكل مين اللي عملك يا فعل يأكل الطفل يبقى الطفل هي ايه الفاعل يبقى الطفل تعرب فاعل نجح التلاميذ فين الفاعل ايسأل نفسك كده مين اللي نجح التلاميذ يبقى التلاميذ هي الفاعل تكتهد الطالبات فين الفاعل شفت فاعل تكتهد لازم تحدد الاول الفاعل الفاعل هنا تكتهد طيب اسأل تكتهد مين اللي عملك الطالبات ولذلك نسمي الطالبات ايه فاعل جميل خالص اشرب اللبن اه انا عرفت انك هنا انتظرت شوية ليه لانك مش مقتنع مش مقتنع بايه ان اللبن هو اللي شرب وانت كلامك مظبوط وفجرك مظبوط جدا اللبن مش هو اللي شرب ومال فين الفاعل احنا لسه قيلين مع بعض دلوقت ان كل فعل لازم ليه فاعل والجملة الفعلية لازم يكون فيها فعل وفاعل طب فين الفاعل يا ابطال ركزوا معايا بقى في النقطة دي كويس قوي هي طبعا مش عندنا اساسية في المنهج لكن انا ذكرتها ليه لانك هتقابلها فانت لو مش فهمها هتحتار فيها وهتسأل كتير عليها فاحنا نحاول نفهمها كده لا حد لما نوصل لها في مكانها المناسب بعد كده في المنهج ان شاء الله تعالى جميل اشرب اللبن الفعل اشرب فعل امر من اللي هيشرب مش اللبن اما المين انت اللي بكلمك مش انا كده بكلمك انت وبأمرك وبطلب منك يبقى الفاعل فين الفاعل هنا يا حبيبي عامل زي ايه بيلعب معنا لعبة الغميضة يعني ايه يعني هو مستخبي لكن هو موجود في اللعب يعني هو موجود مخرجش بره اللعب لكنه مستخبي مش شايفينه طيب مكانه فين مكانه بعد اشرب هنا كده مكانه بعد ايه بعد اشرب طب اللي هو ايه بقى اللي هو انت مش انا بكلمك انت مش انت المخاطب اه تمام يبقى الفاعل هنا ضمير اسمه ايه اسمه انت طيب لو بقولك اشربي اللابن يبقى الفاعل هنا اسمه ايه اسمه ضمير انت لان بكلمك انت مؤنث فهمنا حبيبي يبقى الفعل للامر الفاعل بتاعه بيلعب معنا لعبة الغميضة مستخبي لما نكبر هنعرف انه اسمه مستتر يلا حبيبي زارة درستنا الوزير فين الفاعل يا حبيبي اسبر شوية ما تستعجلش وتقول مدرستنا ليه لانك هتعرف بعد شوية ان الفاعل مش لازم يجي بعد الفعل مباشرة طيب اموالح الله ازاي تعال معايا كده اسأل زارة مين اللي زارة الوزير يبقى الوزير هي الفاعل يبقى انا افهم ايه هنا عايزك تفهم كويس الفاعل لا يتقدم على الفعل ابدا بص هنا كده تمام الفعل اولا ثم بعد كده الفاعل نقطة مهمة كمان الفاعل قد يأتي بعد الفعل مباشرة او يتأخر عنه زي الجمل اللي فوق الفاعل فين جاء بعد الفعل مباشرة لكن الوزير لا اتأخرت شوية وممكن شويتين تاني طب اعرفوا ازاي ما احنا كده فهمنا الفاعل يعني ايه دور جوه الجملة على اللي عمل الفعل هو ده ايه الفاعل فيمناها بايبي طيب اخر حاجة بقى لو انت بصت على كل الجمل اللي احنا قلناها هتجد فيها علامة ايه علامة الضمة ليه علشان عايز اقولك ان الفاعل مرفوع ان الفاعل بيكون ايه مرفوع زي مين يا حبيبي زي المبتدأ وزي الخبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع والفاعل دايما أيضا مرفوع طب مرفوع بإيه كل اللي معايا هنا مرفوع بالضمة طب فيه غير الضمة أيوة فيه غير الضمة تعالوا مع بعض نشوف كده فيه منحوظة قبل ما نتحرك من الجزئية دي انت كده شايف ان الفاعل كله فيه ألف ولام هل صحيح ان الفاعل لازم يكون فيه ألف ولام لا طبعا الفاعل المهم يكون اسمه فيه ألف ولام او مفهوش ألف ولام مفرد او مثنى او جامع مذكر او مؤنس كله يلا حبيبي كده نروح لعلامة رفع الفاعل اول علامة اللي احنا تعرفنا علىها دلوقتي وهي الضمة علامة ايه الضمة يلا ناخد امثلة استيقظ النائم نجح التلاميذ تجتهد طالبات انا عايزك بقى كل ما تيجي تقرأ كلمات وجمل اقرأها بالتشكيل علشان لسانك ياخد على النطق الصحيح استيقظ النائم يلا حبيبي فين الفاعل الفاعل هو النائم جميل طيب علامة الرفع ايه علامة الرفع هنا الضمة والسبب كلنا عارفينها احسنتم لانه مفرد طيب نجح التلاميذ فين الفاعل من اللي نجح التلاميذ يبقى من العمل الفاعل التلاميذ يبقى من الفاعل التلاميذ جميل علامة الرفع هنا ايه الضمة علامة الرفع الضمة والسبب لانه جمع تكسير تجتهد الطالبات فين الفاعل الفاعل هو الطالباته طيب علامة الرفع ايه الضمة علامة الرفع الضمة لانه جمع مؤنث سالم تعالوا حبيبي بقى نلخص الكلام اللي احنا فيمناه دلوقتي وهي ايه علامة رفع الفاعل هي الضمة اذا كان مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم ياريت التلخصات اللي في نهاية كل جزئية ياريت نسجلها عندنا في كراسة خلي عندك كراسة اسمها كراسة النحو تجمع فيها كل التلخصات اللي بنقولها في درسنا ان شاء الله تستمر معك دايما هذا العام وكل الاعوام القادمة بمشيئة الله تعالى العلامة التانية وهي الالف وهي ايه الالف طيب ناخد امثلة دخل التلميذان الفاصلة يلعب الفريقان المباراة اعرب دخل فعل ماضي التلميذان من اللي دخل التلميذان هي الفعل طيب علامة الرفع ايه علامة الرفع هنا الالف والسبب لانه مثنى يلعب الفريقان المباراة يلا اعرب يلعب فعل مبارا اعرب الفريقان الفريقان هي اللي عملت الفعل يبقى اذا الفاعل الفعل ايه الفريقان علامة الرفع ايه علامة الرفع الالف لانه مثنى علامة الرفع الالف لانه مثنى يبقى انت كده فهمت ان الفاعل لما بيكون مثنى علامة الرفع بيكون الالف علامة رفع الفاعل هي الألف إذا كان مثنى إذا كان مثنى يبقى احنا كده فهمنا عندنا علامتين الضمة وعلامة الألف نروح للعلامة الثالثة علامة رفع الواو زي ايه كده يحب المصريون وطنهم فاز المتسابقون أولا اعرب يحب فعل مضارع مين اللي يحب المصريون يبقى إذن الفاعل هو المصريون طيب علامة الرفع يا حبيبي هنا علامة الرفع الواو والسبب لأنه جمع مذكر سالم فاز المتسابقون فاز تعرب فعل ماضي المتسابقون هي الفاعل علامة الرفع ايه علامة الرفع واضحة جدا الواو والسبب لأنه جمع مذكر سالم وضحت يا حبيبي نلخص اللي احنا في منها هنا ونقول ايه علامة رفع الفاعل هي الواو إذا كان جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم تعالوا نلخص علامات رفع الفاعل كل العلامات اللي هتاخدها في النحو مرتبطة بالاسم من حيث العدد يلا ارفع ايدك كف ايدك كده علشان ترسم معايا قول معايا الله الاسم من حيث العدد اول حاجة ايه مفرب مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنس سالم جمع تكسير نعد تاني يا حبيبي يلا كام خمسة عدي معايا مفرب مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنس سالم جمع تكسير طيب العلامات الكامل اللي احنا اخدناهم تلاتة اول علامة هي علامة الضمة اتنين الالف تلاتة الواو من في الخمسة دول اذا جاء فاعلا يبقى علامة الرفع الضمة اول حاجة المفرد تاني حاجة جمع التكسير رقم تلاتة جمع المؤنس السالم يبقى الضمة لها تلاتة طيب الالف لها واحدة بس وهي المثنى الواو واحدة بس وهي جمع المذكر السالم لازم كل الحاجات دي نركز فيها دي اساسيات هتريحك جدا جدا لما تاخد الحاجات الاصعب والاقمى ومن كده نمازج اعرابية علشان نعرف ونتعلم هنعرف ازاي فاذا المتسابقون قبل ما تعرف لازم تتأكد دي جملة اسمية ولا جملة فعلية لو جملة اسمية يبقى انت كده تتكلم في مبتدأ وخبر طيب لو جملة فعلية يبقى احنا كده هنتكلم في فعل وفاعل فاذا المتسابقون جملة فعلية يلا فاذا وهنعرف كمان معها المتسابقون فاذا هنقول عليها فعل ماضي المتسابقون هي اللي عملت الفعل يبقى ازا فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه هنا ايه نرجع خد نفس عميق اللي اتكلمنا عليه الحصة اللي فاتت خد نفس عميق يلا وفكر المتسابقون اسألها كده نوعك ايه عددك ايه هتقول لي عددي جمع مذكر سالم يبقى انا كده فهمت ان جمع مذكر السالم علامة رفعه الواو يبقى قولي الواو لانه واذكر السبب علشان نكون فاهم لانه الجمع مذكر سالم يلا نعرب تعاون التلاميذ جملة اسمية ولا فعلية اه جملة فعلية يبقى هنعمل ايه هنتكلم في فعل وفاعل يلا نعرب تعاون وبعد كده نعرب التلاميذ تعاون فعل من نوعه ماضي يبقى اعرابه فعلي ماضي التلاميذ هي اللي عملت الفعل يبقى قول ايه فاعل مرفوع وعلامة رفعه نفس عميق نشوف كلمة التلاميذ نسألها هتقول لي جمع تكسير جمع التكسير علامة رفعه الضمة وتذكر السبب لانه جمع تكسير واضحة يا حبيبي ناخد نموذجين تاني يتسامح المتخاصمان جملة فعلية هايزين نعرب يتسامح ويهه المتخاصمان يتسامح فعل مضارع المتخاصمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه نفس عميق اسألها عدد الكام هتقول لك عدد مثنى يبقى علامة رفعه ايه الالف لانه مثنى تطير والفراشات جملة يسمون ولا فعلية جملة فعلية بدأت بفعل تطير تطير نعرفها ازاي فعل مضارع الفراشات فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه يلا نفس عميق اسأل الفراشات عدد الكام عدد جمع مؤنث سالم يبقى ازنه علامة رفعه الضم لانه جمع مؤنث سالم تمام انتهينا من شرحنا يلا بسرعة نروح للانشطة اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين قرأ الطفل القصة كلمة قرأ فعل ماضي مضارع امر فعل ماضي تعالج الطبيبات المرضى كلمة الطبيبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الفتحة الكسرة عدد الكام الطبيبات جمع مؤنث سالم خلص كده فهمناها يبقى الضم لو انت عدت بقى قرأتها تقول ايه تعالج الطبيبات المرضى ذهب احمد للنادي كلمة احمد تعرب دعوا نشوف ده جملة فعلية يبقى فعل وفاعل ذهب فعل من اللي ذهب احمد يبقى هنا ايه تعرب فاعل يجتهد الطلاب كلمة الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه نسأل عددها كام العدد هنا جمع التكسير يبقى العلامة الضم واضحة يا حبايبي نشاط كمان اكمل الجمل الاتية بفعل مناسب ضؤة احمد اللوحة احمد هي الفاعل كلمة احمد هي الفاعل يبقى هنعمل ايه نقول مثلا رسم يرسم لون يلون طيب هنا ما قلناش فعل ماضي او مضارع يبقى قدامك تجيب اي فعل بس خد بالك ما ينفعش هنا فعل امر ليه ينفعش اقول ارسم احمد اللوحة لا لو اللوحة بس كنت تقول له ايه ارسموا اللوحة تتنفع نقط الطفل الفقير اكرم الطفل الفقير نقط اللاعب بالسباق عايز فعل فاز نقط هشام الى الاسكندرية نولي سافر الى الاسكندرية او يسافر تمام اكمل الجمل الاتية بفعل بفاعل مناسب عايز هنا فاعل بقى خدوا بالكم في حاجة مهمة جدا اخدناها سابقا في تانية وتالتة الفعل ممكن يكون الفعل بتاعه مذكر او مؤنس فلازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس يشرح الفعل ده بيكون مع مين مع المذكر عشان الياه يبنون ايه يشرح المعلم ما ينفعش المعلمة هنا الفعل مع مين مع المذكر يبقى لازم يكون مذكر زرع الفلاح والارض علجت تمام هنا فيه تاء تاء التأميث فاخر كلمة علجت يبقى لازم تكون مؤنس يعالجت مين علجت الطبيبات دافع نقطة عن الوطني دافع الجندي رتب كلمات كل سط لتكون جملة فعلية خد بالك لما يجي يقول لها تكون هنا بيقول لك ايه عايز جملة فعلية يعني ما تبدأش باسم ابدأ بفعل طيب سعاد المستشفى امس ذهبت الى لو واحد متسرع هيقول ايه سعاد ذهبت الى المستشفى امس والجملة صحيحة بس خلاف اللي هو طلبه مننا ليه وعيز جملة فعلية فين الفعل ذهبت يبقى ذهبت سعاد الى المستشفى امس الذي ذات اكل علي الثمار فين الفعل اللي تعمل اكل الفعل فين عليه يبقى هات الفعل الاول والفعل والباقي بعد كده سهل يبقى اكل علي الثمار اللذيذة في المطار تهبط الطائرة فين الفعل والفاعل تهبط الفعل الطائرة هي الفاعل يبقى تهبط الطائرة في المطار نشاط استخرج الفاعل ثم بيّن نوعه وعلامة الرفع كما فيه المثال المثال تكلم الصبي الفاعل الصبي نوعه مفرد علامة الرفع الضم ليه الضم لأنه مفرد اكتمل البدر الفعل اكتمل قبول الفاعل البدر نوعه مفرد يبقى العلامة الضم اضاءت المصابيح الفعل اضاءت فين الفاعل المصابيح نوعه جمع تكسير يبقى العلامة الضم سهرة الامهات الامهات هي الفاعل يبقى الامهات طيب نوعه ايه جمع مؤنث سالم يبقى العلامة الضم ضع دائرة حول الفاعل في الجمل التالية تشارك الطفلان الطعام الفعل تشارك الطفلان احسنتم هي الفاعل اشرقت الشمس اشرقت فعل الشمس فاعل يخلص المصريون لوطنهم يخلص فعل مضارع المصريون فاعل تساعد الفلاحات ازواجهن تساعد فعل مضارع الفلاحات فاعل يحب العلماء القراءة يحب فعل مضارع العلماء فاعل تمام حدها يقول لنا طب القراءة تعرب ايه لا لسه شوية حبيب ان شاء الله احتمال كبير او ناخدها في الترمي التاني اكمل كل جملة بالفاعل المناسب يحب نقط الفاكهة هنا عايز مفرد كلمة مفرد ممكن تقول ايه الطفل الولد تمام بس فخد بالك لازم يكون مذكر عشان الفعل هنا للمذكر ممكن تجيب اسم انسان انا قلت مثلا ايه يحب انس الفاكهة يذهب نقط الى المدرسة عايز جمع تكسير التلاميذ الطلاب تمام ما فيش مشكلة طب المعلمون لا ما تنفعش لان المعلمون جمع مذكر سالم تحرصه نقط على راحة الابناء من اللي تحرص جمع مؤنى سالم يبقى واضحة الامهاته اختر سبب على رفع الفاعل بالضمة في الجمل الاتية هنا بيقول لك الفاعل وبيقول لك مرفوع بالضمة بس هو عايز السبب سلم المدير على الفائزينة المدير هنا مرفوع بالضمة ليه مثنى ولا جمع التكسير المفرد تمام مفرد تعاون الاصدقاء في اللعب مرفوع وعلامة رفعه الضمة السبب جمع تكسير تعالج الطبيبات المرضى هنا السبب جمع مؤنى سالم اضبط الفاعلة في الجمل الاتية احرز اللاعب هدفا همطأ اللاعب ازاي اضبط اخذناها بلكده كتير وقلنا هنضع التشكيل على الحرف الاخير الحرف الاخير ده هو المهم جدا في النحوة احرز اللاعب بالضمة يشاهد العمال بالضمة تساعد الممرضات ايضا بالضمة جميل حول الفاعل المفرد الى مثنى كالمثال انتصر الجيش عايزين بقى الجيش للفاعل عايزينها مثنى نقول ايه انتصر الجيشاني طب عاد المسافر نقول ايه عاد المسافريني لا اه ليه لان المثنى هنا الفاعل بيكون مرفوع بالالف مش الياء مش الياء يبع عاد المسافران راصب المهمل راصب المهملان اكمل الجدول واستفد مما تعلمت من قبل الامثلة فاز الفريقاني الفاعل ايه الفاعل الفريقان نوعه مثنى يبقى عالمة الرفع الالف نجح التلميذان الفاعل هنا التلميذان نوعه مثنى يبقى عالمة الرفع الالف تفتحت الزهرتان المثنى الفاعل الزهرتان نوعه مثنى يبقى عالمة الرفع الالف تمام يالله حبيب نكمل مع بعض اختر الفاعلة الدالة على جمع المذكر السالم ثم اجب اللي بيدل على جمع المذكر السالم يصوم مؤت في شهر رمضان العمال الأبناء المسلمون هنا فيه جاء مذكر سالم هو المسلمون تمام يزرع نقط الحقلة يزرع الفلاحات الفلاحون الرجال حد يمكن أن يقول لنا الرجال تنفع فاعل طيب يا حبيب هل هي جامع مذكر السالم لا أقول ايه الفلاحون هي جامع مذكر السالم يربي نقط التلاميذ المعلمون الآباء المعلمات عايزين جامع مذكر سالم فين المعلمون تمام بعد ان اخترت اكمل ما يلي الفاعل الدالة على جامع المذكر السالم في الجمل السابقة ينتهي بحرفي تعالوا نشوف هنا كده حرفين ايه الواو والنون وهنا الواو والنون وهنا الواو والنون طيب يبقى علامة رفع الفاعل مع جامع المذكر السالم هي هي الواو خد بالك وعايز اعلمنا من النشاط ده ان الفاعل لما يكون جامع مذكر السالم بيكون بالواو والنون مش بالياء والنون فهمنا؟ طيب نشاط اختر الاجابات الصحيحة حضر نقط المعلمتين المعلمان المعلمين طيب اي كلمة هتيجي تكملها لازم تكون انت فاهم اعرابها يكون ايه وعلامة اعرابها يبقى اعرابة وعلامة اعرابها هنا حضر هو عايز الفاعل بقى طيب الفاعل بيكون بايه؟ بالياء ولا بالالف؟ لا بالالف يبقى المعلمان انتصر المقاتلون المقاتلين المقاتلات هنا عايز منا ايه؟ المقاتلون المقاتلون طيب المقاتلين ليه ما تنفعش؟ عشان الفاعل بيكون مرفوع بالواو طب هنا ما فيها المرفوع بالضمة ايه المشكلة لا دي مؤنس ماينفعش اقول انتصر المقاتلات ولو انتصرت ماشي فارحة نقط الفائزة الفائزي الفائزو واضحة تمام احسنتم الفائزو ليه لان علامة الرفع هنا الضمة وصل نقط العمالي العمالة العمالو واضحة تمام جمعة تكسير يبقى بالضمة العمالو استيقظت الامهات والامهات الامهات الامهات لانها جمع مؤنس سالم تكون علامة الرفع الضمة اخر انشطة معنا يا حبيبي صل كل فاعل بعلامة رفعه تتسابق اللاعبات الفاعل فين اللاعبات يطلع علامة الرفع تكون ايه الالف الضمة الواو علامة الرفع هنا الالف فيه اولاد بينخدعوا ان هنا فيه الالف فعلى طول بتتسربوا لك ايه الالف لا احنا مناش دعوة فيه ألف في هو وفي هي مناش علاقة بيها المهمة عندي ان نوع الكلمة ايه اللاعبات اسألها عدد الكام عدد جمع مؤنى السالم انت فاهم ان جمع مؤنى السالم على مترفعه الضم وضعت يتعاون الجيران برضو نفس الكلام ممكن هي كلمة بتخدعنا فيها ألف فانا هقول ايه على مترفعه الألف ده كمان ألف ونون طب هسألك هو مين اللي بيرفع بالألف هتقول للمثنة طب هل الجيران مثنة لا أمال ايه لما قفت مع نفسك كده وتكلمت مع نفسك وتحاورت فهمت على طول انها مش الألف يبقى انا لا يعنيني الكلمة اخرها حرف ايه المهمة عندك نوع الكلمة الجيران جمع تكسير وجمع التكسير على مترفعه الضم ينجو المخلصون المخلصون جمع مذكر سالم يبقى علامة الرفع الواو ينجح المجتهد المجتهد مفرد يبقى العلامة الضم ساعد المكرمان هنا مثنة يبقى العلامة ايه الألف ضع خطا تحت الفاعل بالجمل الآتية ثم بيّن نوعه وعلامة رفعه يلقي المارة القمامة الفاعل المارة نوعه جمع تكسير جمع التكسير على مترفعه الضم تتألم الحيوانات فين الفاعل الحيوانات نوعه جمع مؤنى السالم على مترفعه أيضا الضم قاوم المصريون الاحتلال الفعل قاوم من اللي عمل الفعل المصريون يبقى نوعه نوعه جمعه مذكر سالم على مترفعه الواو نصل الآن إلى واجب الحصة تحت في صندوق الوصف تجدون إن شاء الله رابط الاختبار ما تنسوش يا حبيبي في صندوق الوصف تجدون رابط الاختبار على الدرس واجب الحصة بقولك إيه استخرج الفاعل وأعربها شوف الفاعل فين وقل إعربوا إيه تعودوا الطيور لأعشاشها يدخلوا الصابرون الجنة حضراء العالمين إلونا يا حبيبي ناتي إلى نهاية درسنا أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم به إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لأسألكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا إعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد لا تنسوا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفائدة والخير فالدال على الخير كفاعله إلى أن ألتقي بكم لكم مني أطب الأمنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته